السلام عليكم البنات كما رأكم عارفين شهر رمضان شهر العبادة والصلاة والصيام وقراءة القرآن يستحسن لا نخسر نهارنا كامل في الكوزينة في المطبخ نبقى ونطيب ونهار كامل من الأحسن نوجد الوصفات التي يأخذوا معنا الوقت كثير نوجدهم قبل رمضان البنات بحالة البيتزات نحتاجهم بزفر رمضان وبنسبة له البيتزات رمضان كيجي ورطبين بدون سبتة بدون حليب أول حاجة سنأخذ ترعب كهربائي سنضيفه فيه ثلاثة كؤوس من المأداف ما يعادل 300 ميليليتر سنضيفه من الثلاثة كؤوس الدقيق الكامل بالنسبة للدقيق الكامل البنات وهو الزرعة او القمح التي يكون بالنخالة من بعد هنا سنضيف ملعقة كبيرة للسكر ملعقة كبيرة للخميرة ونخلطوا هذه المكونات جيدا بالنسبة للدور ديالة السكر البنات سوف يجعل الخميرة كتفاعلة جيدا من البنات سنتحن المكونات مع بعضياتهم جيدا ومن بعد سنضيفه حتى يضح في الحجن دياله بحالة كما تلاحظه كما تلاحظه خمار يعني يضح في الحجن دياله خمسة دقائق سوف نأخذ واحد الانو ونفرغه في هذا الخالد كامل كما تلاحظه من بعد سنضيفه عليه الدقيق الدقيق الفرس العادي مهم نوعية جيدة ثلاث كؤوس من الدقيق سوف نضيفه نصف ملعقة كبيرة من الملح ونصف ملعقة كبيرة من ثوم بودرة اختياري ليس بطرورة تطيره يعني لا تطيروا الثوم العادي ونضيفه الزعتر ونصف كأس من زيت الزيتون ونعرفين العجنة ديالبيتزا تحتاج زيت الزيتون ونضمج هذه المكونات مع بعضياتهم سوف نضمجهم كاملين ونعرفين البنات بالنسبة لتصعب هذه المكونات بيزا تصغير في نهارة رمضان سوف نعرف سعب كي يأخذوا لك بزاة الوقت انا كنتظن من الاحسان تصوبهم قبل رمضان و اي حاجة ليس بيزا تصغير من اي حاجة من الاحسان تصوبها قبل بالنسبة للعجنة ديالنا البنات سوف نضيفها في سطح العمل كما تلاحظوا سوف نرشه دقيق ونضيفها و بالنسبة للعجنة ديالنا سوف نرتبها و تكون تلصق لا تكون قاسحة البنات لا تكون العجنة دقيق و تكون قاسحة و تكون تلصق مباشرة سوف نقطعها كورية صغيرة كما تلاحظوا و سوف نستعن بطقيقة البنات بطبيعة الحال لأن العجنة تلصق و رطبة بثاف و هذا ما يجعلنا بيزا يعني يكونوا رطبين و تكونوا رطبين و تتبعوا معي البنات غير نفس الطريقة و نفس المكونات لا تحتاجوا طفولة حليب و ثلاثة أشياء نفس المكونات يجيزون هنا البنات و رطبين و بالنسبة للدقيق يجب أن يكون نوعية جيدة لا بالنسبة للدقيق الفورة للبنات لا بالنسبة للدقيق الكامل لكي لا كانوا المنتجات النوعية جيدة لكي لا يجعلنا النتجة أحسن تركنا البنات سوف نجعلهم يختمروا قليلا تقريبا كم تقريبا خمسة دقائق فقط سوف نجعلهم يختمروا و سوف نغطوهم بشي منذ من بعد مما تختمر البنات تركنا تقريبا ثلاثة دقائق تركنا تركنا البنات تصبح البنات تركنا بالدقيق مع سطح القيارة و كم تمت تركنا لدينا و لكن never إنشؤكيًا وتركنا لدينا البنات و دي ما تبقوا في التدليك دي ما بقوا قلبوها باش ما تلسقش ليكم مع سطح العمل بالنسبة لطريقة تقطع البنات عندي هذا صغير وعندي واحدة اخر كبير ما اعجبتني يا البنات هذه صغيرة بزاف ما اعجبتني و الاخر كان كجيني كبيرة بزاف صافي قلبت تلقي 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 هذا النوطي للبنات هذا صراحة جنيزوين ممين من الأحسن تكون ممينة على البنات باش تجيزوين بالنسبة لابنة تكون صغيرة ما تجيزوين ومنة تكون كبيرة ما تجيزوين مزيانا من الأحسن لقيت هذا زوين صراحة نفعني هو باش نقطع البنات انتم ما كما تلاحظوا بالنسبة للعجينة اغسطت تكون رخيقة البنات في هذا الحجم في هذا الحجم اللي راكم تلاحظوا وبنسبة للطريقة البنات ترعى تغييزها لما تتخطش معنا بالزبط الوقت وفي نفس الوقت قد حضل واحد الكيمياء اللي هي كثير كثير ومن بعد مسالتها سنوضعها في الطاوة ديال فران بلا زيت بلا تشي حاجة نوضعها في الطاوة مباشرة وكانت تقبعها بالفرشية البنات في جميع الجوانب يعني ماشيها في الوسط في جميع الجوانب يعني كلها باش ما تنفخ لنا مباشرة كان نطيبها في نفس الوقت يعني الكيمياء اللي صيبنا كان نوضعها في الفران وبنسبة للفران البنات كان نشعر لي غير من التاحث ما كان نشعر لي من الفوق وكان نقص العافية حيث كي يطيبوا معانا تغييط سنستمر بنفس الطريقة لبنات كما قلت لكم من قبل انا ارادة بشع للفران يعني الكيمياء اللي وجدها كان طيبة في نفس الوقت كما رأيكم عارفين هنتم تقبعها من الجوانب كاملين من بعد ما طابل البنات بالنسبة لبنات تقريبا ستعملت سبعمائة جرام ديالتقيق وتقريبا الكيمياء اللي خرجت لي البنات تقريبا سبعين وثمانين حبة معقل صراحة وعنتم كما يجوى البنات يجوى ورطبين وكما قد لكم من قبلها من بعد يتنفخوا ويجووا في الحجم اللي يريدها البنات وما تجعلهم لا يتحرقوا عندما تقريبا تحرقوا تقريبا تحرقوا لها قليلا خصوم يكونوا بيضين البنات لا من الفوق لا من التاحث بالنسبة للفران يكون شيء على غير ملتاحث حيث كما رأيكم عارفين من بعد سنطيبهم فشغا عمرهم سنطيبهم خصوصا إذا حدرت فرماجة أو موزارة سيحتاجوا معاك الوقت في الطياب من الأحسن يكون الطياب يعني لا يكونوا طيبين بثمان وبالنسبة للطريقة البنات كيف نحفط عليهم في فريقو انا كان وضعهم في البابي سلوفها بعد طريقة البنات بالنسبة للطريقة تقدروا توضعهم في أي حاجة في بلاستيكة تلاجة أو في سبيرات أو مهم أي حاجة تقدروا تديرها في فريقو وأنا لا يوجد بلاستيكة 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 لا يوجد بلاستيكة كما تلاحظوا يأتي زوينين والحجم الذي أريدنا كما قلت لكم من قبل ويأتي ورط بين البنات كما رأيكم عارفين البنات لقناة ديالي مازالة صغيرة كنتمنى تدعموني وتشجعوني وتشتركوا في القناة ديالي وباش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم وشكرا لكم على المشاهدة